معطيات هامة كشف عنها مكتب الإحصاء الفرنسي بخصوص عمل ودراسة المهاجرين وخاصة من المنطقة المغاربية المعطيات كشفت أن أرقام البطالة ترتفع إلى 16% في صفوف المهاجرين القادمين من دول المغرب العربي ونفس النسبة في صفوف أحفاد المهاجرين من هذه المنطقة وهي نسبة تعتبر أعلى من المعدلات المتوسطة لهذه الظاهرة ويمثل المهاجرون أكثر بقليل من 10% من إجمالي القادمين في فرنسا 12% منهم غاربة بينما يمثل الجزائريون أكثر بقليل من نسبة 12% وبحسب التقرير فإن 38% من المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 64 عاما غير حاصلين على دبلوم أو على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وترتفع النسبة إلى 44% في صفوف المهاجرين من المغرب العربي فيما تنخافض إلى 11% ضمن من لهم شهادة البكالوريا وأوضح التقرير أن المهاجرين المغاربة حين وصولهم إلى فرنسا لا يتقن جلهم اللغة الفرنسية ذلك أن 16% من المهاجرين لا يفهمون اللغة الفرنسية بينما يعرف 24% منهم شيئا منها وأشار التقرير إلى أن 35% فقط يجيدون التعبير بالفرنسية للنقاش ينضم إلينا من باريس مصطفى الطوسة الصحفي المختص بشؤون المغاربية مرحبا بك سادة مصطفى شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة هل يسلط الضوء سنويا على هذه الأرقام على هذه التقارير أم أن هذه المرة في عام 2023 الأرقام مختلفة اليوم تجدر النظر إليها بعين أكثر تفحصا لا هذا التقليد من المؤسسات الرسمية الفرنسية أنها تصدر من حين إلى آخر تقارير تسلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبعض الفئات المجتمعية ربما هذا التقرير الذي نراه اليوم هو جاء في ظروف أيضا سياسية حساسة في علاقة فرنسا مع دول المغرب العربي وهو صراحة لم يأتي بأي جديد يعني معروف على أبناء ما يسمى بالضواحي أو الأحياء الصعبة في فرنسا أنهم لا يتمموا دراساتهم ولا يحصلوا على ديبلومات عالية لسبب بسيط وهو أن الأرضية والبنية التحتية التعليمية التي يعيشون فيها في هذه الضواحي لا تؤهلهم لكي يتكون لهم مسيرة دراسية طويلة يحصلون عليها على أرقى الشهادات والديبلومات بالإضافة إلى أنه بحكم أنهم يعيشون في هذه الضواحي هناك تشجيع من أن يتركوا الدراسة في أسرع وقت ويذهبوا إلى سوق العمل لأن سوق العمل محتاج إلى يد عاملة أكثر من محتاجة إلى أضمغة إذا صح هذا التعبير إذن كل هذه المعطيات التي جاءت في هذا التقرير هي طبيعية وعادية وليست مفاجئة تماما لأن فرنسا تتعامل مع المهاجرين الذين يعيشون على الهامش وتحرمهم بطريقة موضوعية من أن يتبوأوا مناصب وأن يحصلوا على شهادات وأن يدخلوا عالم الاقتصاد الراقي وعالم السياسة وعالم المحاوات وعالم الطب مثلا هذه حقيقة وضحية تهميشية لهذه الشراء وهنا نقطة مثيرة للاهتمام أربطها ربما مع ما تتفضل به حضرتك يا سيد مصطفى ماذا يقول التقرير يقول لك بأن المهاجرين المغاربة لدى وصولهم إلى فرنسا لا يتقن جلهم اللغة الفرنسية 16% لا يفهمون أطلاقا لغة الفرنسية المشكلة من جذورها هي من المناطق التي يأتون منها ذات مستوى تعليمي منخفض المشكلة بأنهم لا يستطيعون الاندماج بسهولة بالمجتمع الفرنسي والدخول لربما في السلك التعليمي بسهولة الآن أم أن القضية ذات وجهين لا توجد حاضنة بفرنسا وأيضا خلفية هؤلاء هي خلفية صعبة لربما مناطق نائية بعيدة خارج المدن التعليم فيها ضعيف نعم نعم المرشح إلى الهجرة من هذه البلدان سواء المغرب الجزائر وتونس عندما يريد أن يخوض غمار أو مغامرة الهجرة فهو يأتي عادة مما يسمى بالمصر الصعيد المغربي أو الصعيد الجزائري الذي هو أصلا لا يتحدث اللغة الفرنسية وليس له علاقة بأليات العولمة ويأتي مباشرة يأتي هو وعائلته ربما مباشرة من هذه الأرياف المغربية لكي يسكن في الدواحي الصعبة للمدن الفرنسية والأوروبية ذلك ليس مفاجأة أن لا يتحدث الفرنسية لكن هناك هذه ظاهرة أيضا هناك من يأتي وهو يجهل تماما اللغة الفرنسية لكن بفضل إرادته وبفضل قوة عزيمته يتعلم اللغة الفرنسية ويتعلم مهنة ويفرد نفسه على المجتمع الفرنسي هناك أيضا عنصر يجب أن يشارع إليها قبل أن تقول لي ما هو عنصر مهم النسبة كبيرة نتحدث عن 10% من الفرنسيين وهذه النسبة ليست ببسيطة إذن وجودهم هناك ويفرض نفسه بطبيعة الحال أستاذ مصطفى هل نحن أمام مشكلة بحاجة إلى حل أم كما تفضلت وقلت هذه أرقام غير صادمة وهذا تقليد سنوي ولكن هل هي مشكلة اليوم أم ليست مشكلة بالنسبة لفرنسا نعم هي مشكلة لكن هي مشكلة اليوم هي مشكلة الثلاث أو أربع عقود التي مرت لذلك كانت هناك دائما شخصيات سياسية تنادي بأن هذه الضواحي الفرنسية هذه المدن بين قوسين المعزولة يجب أو تتطلب استثمارات عملاقة في التربية في البنيات التحتية في محاولة تدمج هذه الأحياء في نسيج المجتمع الفرنسي ذلك قالت هناك دائما شخصيات ترفع هذه الشعارات بأنه يجب الاعتناء بهذه الأحياء لكي نضمن تجانس وتناغم في مختلف مكونات المجتمع الفرنسي هناك نقطة التي أريد أن أشير لها ونحن نتحدث عن الذين لا يتحدثون المغاربة والجزائري الذين لا يتحدثون الفرنسي وهم موجودون على التراب الفرنسي هناك سخرية القدر تريد أن هناك طلبة يأتون من المغرب حاليا ويتبوؤون أعلى المناصب في أفخم الجامعات ومراكز التكوين والمدارس العليا سواء تعلق الأمر بالبرمجيات المعلوماتية بالرياضيات بالطب بكل شيء وهؤلاء المغاربة يأتون من المغرب تجد في فرنسا مغاربة يعيشون في فرنسا لا يتحدثون وليس لديهم شهادات وهناك شباب مغاربة يتبوؤون أعلى وأفخم المناصب باعتراف الفرنسيين أنفسهم لذلك سنعيش هذا التناقض بين هذين الوجهين المغربي الذي يعيش حاليا في فرنسا ما سلبية هذا التقرير على دول المهاجرين المغاربة في فرنسا كيف تتعاطى وتقرأ السلطات هذه الأرقام اليوم وكما تفضلت وقلت بالنهاية هي خسارة عقول يعني إن كنا نتحدث عن الجانب أو هؤلاء من يتبوؤون المناصب العليا في فرنسا ماذا تفعل بلدانهم نعم يعني يعني صراحة عندما نريد أن نصلت الضوء على موقف هذه البلدان سواء تعلق الأمر بتونس بالجزائر بالمغرب عندما يعبر مواطنوها البحر الأبيض المتوسط ويصلون إلى الفضاء الأوروبي إلى بلدان فرنسية ويستقرون فيها فتصبح التعامل معهم وإدارة شؤونهم الاقتصادية الاجتماعية الأمنية من مسؤولية الدولة الفرنسية عندما تقبل فرنسا هؤلاء المهاجرين وهي استقبلت يعني مئات الآلاف عندما كان اقتصادها في حاجة إلى البناء وفي حاجة إلى الياد العاملة فهم من مسؤولية الدولة الفرنسية ولذلك عندما تحدثت أن هناك بعض الشخصيات الفرنسية التي تقول إذا أردنا أن نلملم هذا الجرح المجتمعي الذي تعيشه فرنسا فعلى الدولة الفرنسية أن تستطمر الكثير في هذه الأحياء وأن تحاول أن تخرجهم من هذه العزلة الثقافية واللغوية وأن تحاول أن تشجع إدماجهم داخل المجتمع الفرنسي والأوروبي ذلك هي مسؤولية الدولة التي يعيش على أرضها هؤلاء المهاجرين أود أن أشكرك أستاذ مصطفى الطوسة الصحفي المقتص في شؤون المغاربية ضيفي من باريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر